ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله فيديو مهم جدا هنتكلم مع بعض عن اهم الفيتامينات لتطويل الشعر اللي حابة ان هي تطول شعرها بسرعة تتباني وتفرج على الفيديو ده للاخر علشان هنقول حبة نصايح حلوين جدا هتستفادي منهم ان شاء الله وكمان هنقول على روتين حلوة جدا للشعر الضعيف والمتقصف والواقف نموه ما بيتولش هكلمكم على تجربتي مع فيتامينات كتير جدا للشعر هتلاقوا كمان على القناة عندي سلسلة فيديوهات حلوة جدا لروتينات للشعر وكمان فيتامينات جربناها مع بعض وعملت لكم عنها ريفيو والنهاردة كمان هنعمل ريفيو حلو جدا عنه عن فيتامين انا ماشي عليهم بقالي فترة بقالي كم شهر كده هما بانتو جار وبيوتين فورت النهاردة هقول لكم على تجربتي معهم هما فعلا طولوا شعري ولا كلها فلوس بتروح على الارض كده وما الفيتامينات دي ملهاش لازمة يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض ولو انت لسه مشتركتش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله ولو حب ان انا عملك ريفيو عن اي فيتامين او اي منتج معين للبشرة او للجسم او للشعر اتمنى منك تسيبلي في الكومنتات وان شاء الله وعمل لكم الريفيوهات اللي انتو حابينها يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة مع بعض هي البانتجار البانتجار ده فيتامين معروف جدا من زمان ان هو بيطول الشعر وبيوقف التساقط وكمان بيقوي فتلة الشعر نفسها بيخليها سميكة للشعر المتقصف والشعر الضعيف اللي بيتقطع وكمان لو شعرك عملتيه بروتين وابتدى ان هو يتساقط معيكي او ان هو مسلا يبقى ضعيف فتلته ضعيفة بتتقطع او بقيت شبه الاستك كده الشعرية بقيت شبه الاستك بتتقطم يعني لوحدها فالبانتجار حلو جدا لكل حالات الشعر دي انا كنت عملتلكو عنه ريفيو الواحده كامل هتلقوا عندي في فيديو برضو على القناة هبقى سبهولكو في صندوق الوصف او في علامة الايفو ممكن تلاقوه ترجعوا تتفرجوا عليه كنت برضو عملت شعري بروتين من كم سنة تقريبا سنتين ونص او ثلاث سنين بالزبط حاجة زي كده وشعري بعد فترة ابتدى ان هو يتساقط بقى ويقع وحسيت ان فيه اماكن في فرط راسي بقى فيها فراغ فروحت لدكتورة جلدية وكتبت لي بانتجار وكتبت لي كمان كورس كامل لعلاج الشعر من التساقط شامبو وسيرم وكمان لوشن للشعر وفيتامينات خدتها وكان من ضمنهم البانتجار طبعا ده كان نوع من ضمن الانواع هتلاقوا برضو الفيديو ده فيديو تاني عندي على القناة بكلمكو عن كل الحاجات اللي انا استعملتها لعلاج التساقط وقل نفعني وقل ما نفعنيش اول حاجة البانتجار هو حلو جدا مفيش فيه اختلاف بيوقف في التساقط وكمان بيتقل فتلة الشعراية للي شعراها بقى ضعيف ومتقطع هيتقلك فتلة الشعراية ولو عندك فراغات ففارغة راسك بس مش فراغات وراثية طبعا علشان هو مش بيعالج التساقط الوراثي او الصالع الوراثي هو بيعالج اللي هو التساقط مثلا نتيجة الرضاعة او وفي الحامل في ناس في الحامل شعرها بيتقول في ناس شعرها بيقع انا من الناس اللي شعرها بيقع فطبعا ما يفعش تغديه وانتي حامل بس ينفع بعد الولادة يعني في فترة الرضاعة انا كنت باخده اقل حاجة اقل مدة ان انتي تغديه فيها هي تلات شهور تلات شهور دول هتلاقي منه نتيجة حلوة جدا هتلاقي ان مثلا لو بتطلعي كرة شعر كده بعد كل تسريح هتلاقي بقوا شعرتين تلاتة كده حبة زويرين خالص وفي الاخر كمان هتلاقي اختفى ولو بتصرحي بفرشة خشب او مش تخشب مش هتلاقي اي تساكت وبناء على التجربة يعني الحمد لله دلوقتي شعري قال لي خالص ما فيش تساكت طبعا تساكت قال لي خالص وانا عديد طبعا التلات شهور غرب تكمل ست شهور وانا ماشي عليه الفيتامين ده حلو جدا انصحكم ان انتوا تجربوا انا ما كنتش باخده الواحد وكنت باخده هو والبيوتين فورت طبعا البيوتين فورت معروف ان هو حلو جدا للشعر وللبشرة وللدوافر حتى الفترة دي حسيت ان دوافري ما شاء الله بقت جامدة كانت بتتكسر من اقل حاجة عايز اقول لكم يعني ببقى لابسة مثلا الجوانتي وبنظف او بخسل مثلا الاطباق او بعمل اي حاجة في البيت قال لي ايها بتتكسر وبتتقطم لوحدها من غير اي حاجة من غير ماجي جنبها لكن الفترة دي الحمد لله الدوافر نفسه بقى سميك وبقى ما بيتكسرش بسهولة طبعا البيوتين فورت حلوة جدا للبشرة كمان بيديكي كده لمعان في البشرة وتحسب نظارة ان بشرتك كده وانتي صح للصبح من وره اه هو حلو جدا عمتا سواء بقى للشعر للبشرة للدوافر الفيتامين ده لو هتمشي عليها على طول عايز اقول لك فعيده حلوة جدا لكل حاجة فانا كنت ماشي على الكورس الاتنين دول مع بعض الاتنين دول حلوين جدا لعلاج التساقط وانصحكم ان انتوا وجربوهم سمعت عنه حاجات فيه بنات يعني بتتكلم عنه ان هو بيزود شعر الجسم وبيزود شعر كمان في الاماكة الحساسة الكلام ده الحمد لله محصلش معي سواء بقى في الاندر ارم او منطقة البكيني عمتا اه الشعر مزادش ولا في الرجلين ولا في الادين هو الشعر بيطلع عادي بسمكه الطبيعي ولا بيزود كمان شعر الوش ما فيش الكلام ده هو بس بيوقف لك التساقط وبيطول الشعر بس طبعا مفاشل انت تستعملي اقل من تلت شهور يعني العلبة دي اه كانت بمية تسعة وتمانين جنيه سعرها اقولي مية وتسعين جنيه فيها تسعين كابسولة التسعين كابسولة دول هيكفوا معيك شهر انت هتخديه تلت مرات في اليوم انا كنت باخده واش عايز اقولك ان انا كنت منتظمة يعني كمان عليه اللي هو تلت مرات تلت مرات لا كان فيه ايام باخده مرة فيه ايام باخده مرتين وفيه لما بفتكر بقى اه طبعا اطفال بقى وشغل البيت وكده فكنت ساعات بلغبط بس ما كنتش بقطعه يعني ما فيش يوم مسلا عدة وانا ماشي عليه ان انا ما باخدش حتى ان شاء الله كابسولة واحدة فالحمد الله لقيت منه نتيجة لكن لو انت بتلغبطي بقى هتاخدي اسبوع وتوقفي ومستنيه منه ان هو يديك نتيجة مش هديك النتيجة اللي انت عايزها فانصحك ان انت هتمشي على بان تجار ده هيبقى هتنتزمي عليه وزي ما قلتلكو تلت كابسولات في اليوم هو هي دي الجرعة بتاعته اه وسعره مية تسعة وتمانين جنيه هنا بس كنت بوريكو المكونات بتاعته وكمان هنا بيقولك يستخدم للبالغين كابسولة واحدة هو تلت مرات في اليوم وللاطفال من سن اتناشر سنة يعني لو انت بنوطة عنديك اتناشر سنة تقدار ان انت تستعمليه بس مش تلت مرات من كابسولة واحدة المرتين في اليوم مع الوجبات الرئاسية وكمان تخديم مع بعض السوائل يعني انت شربي وارد كابسولة كده كوباية مية كويسة اه متوسط مدة الاستخدام زي ما قلتلك علشان تلاقي منه نتيجة هي من ثلاث شهور لست شهور هما كتبلك كده وما يفعش ان انت بقى اي تستعمليه مرتين ثلاثة وتقولي لا خلاص كفاية ومش هستعمله تاني ولا الكلام ده وبالنسبة للبيوتين فورت انا كنت باخد كابسولة واحدة بس في اليوم اه العلبة فيها ستين كابسولة وعشر شرايت اه العلبة كان سعرها تمانية واربعين جنيه اه حلوة جدا انه بتعود معاك فترة يعني ستين كابسولة لو هتاخدي كابسولة واحدة بس في اليوم بعد الغضاء هتقعد معاكي شهرين انما دي اللي هي بمية تسعة وتمانين او بمية وتسعين جنيه يعني البنت جار هتقعد معاكي شهر واحد يعني لو هتاخدي كورس مثلا هتقعد اقل حاجة تلات شهور ماشي يعني ده اقل حاجة هتلاحزي فعلا الفرق هتلاحظ ان شعرك طول وانصحك ان انت تقيسي شعرك لو عندك متر في البيت او مزهورة اللي هي بتاعت الاياس بتاعت الملابس دي العادية بتقيسي شعرك من اول طول وكده لحد مسلا وصل لفين نص دهرك لحد كتفك بتقيسي ده شعرك علشان تعرفي هو طول قد ايه في قد ايه المدة يعني مسلا طول اتنين تلاتة سنتي خمسة سنتي عشرة سنتي حسب نوع شعرك فانتي هتفرحي بالفرق ده يعني انا لما كنت بقيسي بكتب مسلا عندي في اي نوتبوك كده او عندي على التليفون ان انا مسلا استشعري قبل ما باخد الفيتامينات دي قبل ما باخد اي نوع فيتامين مسلا كان طوله هنقول مسلا يعني 20 سنتي او 30 سنتي وبعد تلات شهور بعد الفيتامينات لحس ان هو طوله مسلا زياد خمسة سنتي او ستة سنتي فدي برضو حاجة حلوة جدا وحاجة اتفرحك وهتحس ان هو فعلا بتلاقي فايدة من الفيتامينات وفايدة من الروتين اللي انت هتمشي عليه وطبعا انصحك بحاجات تكون تبية لو انت شعرك بالتساقط بلاش بقى الشامبوهات اللي هي بتكون موجودة في السيدليات اللي هي الشامبوهات العادية دي انصحك ان انت تجيبي شامبو مخصوص للتساقط وفي مجموعة حلوة جدا كانت في مايوي انا كنت ماشي عليها برضو هعملكو عنها ريفيو ان شاء الله في فيديو تاني هكلمكو عنها اللي هي مجموعة لتطويل الشعر وكمان بتوقف في التساقط كنت ماشي عليها مع الفيتامينات دي هي برضو جميلة جدا وهقول لكو ايه روتين اللي انا كنت ماشي عليه برضو علشان تكملوا كل حاجة مع بعض هيبقى كورس العلاج مع كمان روتين العنية بالشعر هتلاحزين شعرك اختلف تماما وكمان اتحسن وماشاء الله بقى بيتول وبقى بيت تلاقي نتيجة حلوة جدا وانصحك لو انت بتخسلي شعرك اكتر من مرتين في الاسبوع بلاش نوقف الموضوع ده علشان الموضوع ده مدرد جدا فيه ابحاث كتير جدا انا اتعملت ان الشعر لما بيضغسل اكتر من مرتين في الاسبوع بيت ضمر حرفين سواق بقى مية ساقعة او مية دافية انصحك هم مرتين وكمان مرة تكون بشامبو اه كويس للتساقط اه ينظف لك فروة الراس ومتحطيش الشامبو على بيقى اطراف شعرك اللي هي متقطعة ومتقصفة او مسلا هايشة لا بتحطها لفروة الراس بس علشان تنظفي فروة الراس كويس جدا من الدهون والاشرة والمرة التانية اللي هي المرة التانية في الاسبوع اللي هتخسلي شعرك انصحك ان انت تعملي بالكنديشنر او البلسم بلاي الشامبو حطي البلسم كده لمدة خمس دقيق على شعرك ومع التدليق كده فروة الراس ومع التدليق في الشعرية نفسها هتحس ان شعرك بقى ناعم كده وطري وكمان الهايشان اللي فيه قل بعد الاستحمام لما هتطلعي كده وتنشفيه هتلاقي بقى الهايشان اللي كان فيه مثلا او التقصف قل دي الطريقة اللي انا ماشي عليها واللي حلوة جدا معي الصراحة بقالي سنين ما اعتمداها يعني اللي هو انا بخسل بمرة واحدة شامبو مرة والمرة التانية بكنديشنر وكمان بعد الكنديشن ساعة بعمل بحمام كريم وممكن مرة في الاسبوع بعمل حمام زيت قبل الشامبو قبل غسيل الشعر بالشامبو بعمل حمام زيوت هبقى برضو اكلمكو عن مجموع زيوت حلوة جدا انا بجيبها وبخلطها على بعض وبعمل بها حمام زيت ومن اهمهم طبعا زيت جوز الهند تحفى في علاج التساقط الشعر وتحفى في تتقيل الشعر وتنعيمه هكلمكو برضو عنه ان شاء الله بس في فيديو تاني النهاردة كان فيديو وان الفيتامينات الحلوة جدا دي اللي انا حبيت ان انا فتكو بيها علشان اي واحدة شعرها بتساقط من بعد البروتين من بعد الرضاة والحمل اااا مثلا زيالتي جاتلك فترة نفسيك تعبت وفاجأ لقيت شعرك بيتساقط الفيتامينات دي حلوة جدا ياريت تجيبوهم ويكونوا تجيبوهم مع بعض ابنتجر حلو جدا اللي واحدة والبيوتين تحفى هتلاقي دوافرك وشعرك وبصريتك بيحسن كل حاجة بس انتازنوا عليهم جماعة من 3 شهور الى 6 شهور ماتساعملوش اسموع وتقول لي ما عملتش حاجة معي ما لقيتش منه نتيجة مفيش الكلام ده وكل اللي هتقولك ان هو بيزود شعر الجسم او شعر الوش اه الحمد لله الكلام ده ما بيحصلش اه ما عرفش بقى هو بيختلف من واحدة الواحدة بس انا الحمد لله الكلام ده ما حصلش معي وكزا واحدة تانية برضو اعرفها جربته قالت لي لا الموضوع طبيعي مفيش اي زيادة في شعر الجسم او شعر الوش عمتا فالنتيجة بتاعته تحفى وانصحكم ان انتوا تجربوه واتمنى الفيديو يكون عجبك وتكونوا استفدتوا لو باي معلومة بسيطة ولو لسه ما اشتركتش عندي في القناة اتمنى منك تشجعيني وتشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله ولو حابين ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية كتير تخص روتين الشعر او العناية بالشعر او ريفيوهات عن منتجات معينة اتمنى منكم تسيبولي في الكومنتات ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات حلوة جدا واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير واسبكم في رعاية الله مع السلامة